أربعة فرق إسرائيلية تشارك في العملية البرية المحدودة في لبنان وفق الجيش الإسرائيلي لنبدأ بالفرقة 146 وهي آخر الفرق التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن مشاركتها في العملية البرية في جنوب لبنان الفرقة 146 تضم اللواء 2 واللواء 205 وتعد أول فرقة احتياط إسرائيلية تنخرط في القتال في جنوب لبنان هذه الفرقة تعمل مع قوات أخرى لكشف البنى التحتية لحزب الله حسب الجيش الإسرائيلي أما فرقة الثامنة والتسعون أو ما تعرف بتشكيل النار والتي شاركت في حرب غزة والآن في لبنان تتبع للقيادة المركزية وتضم من عشرة آلاف إلى عشرين ألف جندي من لواء المظلين والكوماندوز وتوكل لهذه الفرقة المهمات الصعبة والمعقدة الفرقة الثامنة والتسعون الإسرائيلية ليست المرة الأولى التي تشارك بعمليات في لبنان فهي شاركت في حرب لبنان عامي 1982 و2006 أما الفرقة الثالثة فهي الفرقة 36 أكبر فرقة في سلاح المدرعات بالجيش الإسرائيلي والتي تتبع للقيادة الشمالية الفرقة السادسة والثلاثون تتكون من أربعة ألوية لواء غولاني واللواء السابع واللواء 188 واللواء 282 لكل منهم اختصاص محدد وشاركت الفرقة السادسة والثلاثون في عدد من الحروب آخرها حرب غزة والآن في لبنان أخيرا الفرقة 91 أو فرقة الجليل وهي أيضا تابعة للقيادة الشمالية هذه الفرقة تتكون من أربعة ألوية وكتيبتين ويقع مقرها الرئيسي قرب الحدود مع لبنان ما يجعلها المسؤولة عن الجبهة الشمالية